موضوعنا مكمل موضوع اليوم هو مكمل الستيريوم اللي هو كنا ناخذ جزائق ككل وناخذ التدوير ما ناخذ نقول هاي الكونفيقراشن ما لها وضعيتها بالفراغ شون يكون وخدنا شكل الدي وشكل الار الان اكو عندي فتشي اسمي الاكتيكال اكتيبيتي اللي هو الفعالية البصرية الفعالية البصرية هي بالحقيقة من ما تتكون لجزائق كل من خلال فعالية وتدوير الكاربونات الكيرالية الموجودة بالجزائق المحصلة مالتهم كلتين هتطلع لي بعدين راح تطلع بشكل هاي اللي بلاس وماينوس ممكنك نبدي ماينوس مثلا غلوكوز ولا بلاس وغلوكوز من هالقبيل هذا فهذه هي راح تطلع النتيجة النهائية الفعالية البصرية باعتماد التدوير اللي حصل والفعاليات اللي حصلت على امتداد الكاربونات الكيرالية بالجزائق بجزائق السكرايد المعنية اليوم راح ناخد كل واحدة كيرالية ونحدد احنا كنا نحددنا الكيرالية وقلنا انه لازم اربعة مختلفة اليوم راح نشوف انه اكو الهفت قيمة تدوير هذا التدوير يكون باتجاهين اما مع عقرب الساعة او عكس عقرب الساعة او نسمي R و S configuration طبعا ال R هو اللي نقصد بيه الكلوك وايز يعني قوية عقرب الساعة وذاك انتي كلوك وايز او نسمي counter الكلوك وايز اللي هو عكس عقرب الساعة نرمز له بالرمز S اللي هو جاي من ال R من كلمة right او rectus بينما ال S جاي من كلمة sister اللي ال R وال S اللي متفق عليها نرجع نقول ال-R هي معها عقرب الساعة وال-S عقس عقرب الساعة شون يتم هذا التدوير من خلال هسه راح ان شاء الله اليوم نعقده من الفهم ان شاء الله من خلال مراجعتنا مثال سهل جدا اللي هو ال-Glyceral Dehyde ال-Glyceral Dehyde تركيب تناعرفها بمجموعة كاربونيل و بهذه الكاربون اللي سميناها كيرالية اللي بيها OHOH و بيها قروب الكاربونيل فوق وهنانا جوه جروب ال-CH2 OH طبعا هذا الاول والاخير مو كيراليات لان هذا بي دبل بوند وهذا بي-CH2 فأي اواصر متكررة ما راح يكون كيرالي بينما هاي كيرالية الان هاي الكيرالية وكيف يتم اختيارها وشنو تدويرها يمين او يسار هو هاي محاضرتنا لهذا اليوم طبعا هو مكو بعد النوم بس هذا الجزء الاول البارك الاول من المحاضرة هو عن هذا الموضوع ال-S وال-R وان شاء الله من اجي اريد اشوف هذه الدورة الضوء باتجاه اقرب الساعة لو اكس اقرب الساعة فراح اول عملية اسويها او اول خطوة عفو اسويها هي ان احدد باعتماد ال-Priority منو اللي قبل منو اللي يسبق منو الاول منو اللي الثاني منو الثالث منو الاخير فهنانا عندي جدول احنا منزليه هذا الجدول واضح بي انه ال-Priority مالة القروبات الشائعة على ال-Common فلذلك نشوف وهو اصلاً يعتمد عليه الوزن وزن القروب اللي احنا دنشتغل عليها فاول ما نبدي نبدي باول دارة مكتبتها بالكاربون المركزية ونشوف وزنها الجزائي اللي وزنها اثقل هي التاخل الحقية او مثلاً كانت القروب بها مثلاً هذه SH وهي OH فانا ال-SH وال-H اجي احسب اقول هذا وزن جزائي اعلى من هذا لأن SH اكبر من OH فلذلك ال-S تقريباً 32 بينما هذا 16 فلذلك هذا يكون قبل نفس الشيء اذا اجي اقار يعني ممكن نقارن مثلاً على سبيل المثال مجموعة الكاربوكسيل ويا مجموعة ال- 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 فهنا مجموعة ال- ال- اول من نجي نقارن راح نلقى كاربون بكاربون مرتبطات مباشرة لما تشابهوا الكاربون هاي الكاربون مع هاي الكاربون ونروح للأبعد نشوف هاي الكاربون بيمن مرتبطة هنا الكاربون مرتبطة بأكسيجين بأسرة مزدوجة فمعناها مرتبطة بأكسيجين كأنه 16 في 22 ونحط لها العفو عندنا نحجة على هاي ونحط لها هاي دروجين واحد صارت 33 بينما اذا اجينا على وزن هاي بمجموعة الكاربون احنا حسبنا من هنا 32 نحط لها النوب بأكسيجين اللي هي 16 و32 صارت 48 فإذن هاي ووزنها اذقال إذن هاي اخذت تاخذ اسبقية على هاي وهكذا لكن هاي اشقد به اكسيجينات اذا اجتها الوح فالوح لها حقية نحن نباوع على اول ضرق ارتبط بالضرق المركزية فهنا اول ضرق ارتبط اوكسيجين بينما هنا اول ضرق ارتبط كاربون فإذن الكاربون والأكسيجين خلص الوكسيجين ياخذ الاسبقية لكن من نتشابها والكاربونات لا نبدأ بعدين نفكر منه الاحق نشوف باش مرتبطين ونحسب ضرق طبعا اول وحدة اللي هي ام الو اتش اللي هنا كاربون كاربون وهنا او وهنا اتش الدرات المرتبطة بالمركزية مباشرة فالأكسيجين هو اكبر اكثر وزن فلذلك هو اخذ نمبر اون مني جيت عدتو لقيت مركبين مجموعتين اللي عفوا بها كاربون وبكاربون راح 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 للأبعد شو نحسب هاي الكاربون 16 32 والأتش 1 صارت هاي وزنها 33 اجي اشوف وزنها اشقل هاي مرتبطة ارتباط مباشر بدكتين هاي دروجين هاي 2 ومرتبطة ارتباط مباشر بأكسيجين 16 و2 صارت 18 فلما اقارن 18 و33 لا 33 وزنها اثقل فلذلك اخذ هاي قلنا هاي اخذت 1 هاي راح تاخذ رقم 2 هاي راح ثلاثة الهاي دروجين 1 فهو راح يكون اصغر 1 اقوم 4 بعد ما تعلمنا نحسب الاسبقية الان صار عندي بديه اجي ارقم اجي هاي الاقام اعتباط اضعها اجي احسب اوضع وحط هاي number 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 three خلصت ورما كملت انا الان عندي احاول انه ارجع اصغر وحدة بيهن يعني ناصر فجأت هاي دروجين رابعا لو مو جاي هاي دروجين جاي اصغر من عده فاي المهم اصغر وحدة بيهم وحنا بالنسبة اننا الشغل بالكاربو هاي دروجين ما عدنا غير فعندي الهاي دروجين اصغر وحدة اخليها للخلف للوع هاي النقاط هذا الرسم معناها شنو معناته هاي علينا جاي هاي الاصرة وهاي الاصرة للخلف وهذا اني خلي نقول بمستوى الورقة قدي نشتغل بيها اذن اول خطوة احسب البروجين بعد ذلك خطوة اللي بعدها ابدأ اشوف اصغر وحدة بيهم احاول اخليها للخلف فالآن هنا انا اصغر وحدة بيهم كلها من هاي دروجين مو هي اللي بالخلف هاي اللي بالخلف وهاي اللي بالامام وهاي قلنا على سطح المستوى اللي ورا قد نشتغل بيها فالذلك شنسوي نحاول هاي رجاحة هنا شو رح رجاحة يعني هاي نثبت انها مو اربعة نثبت واحد من المحاور يبقى نثلاث ونفر بيهم دائما ننطي مثل الحلو اللي هو مثل البنكة بيها ثلاث ريش وبيها هاي اللي هي مرتبة بيه بالسقف فهذا المنوار المرابطين بيه مثبتة هذا نقول احنا ممكن هذا نثبت او اي واحد نثبت ونغير البقية المهم الغرض من التدوير على مد نخلي اله الهيدروجين او الاصغر وحد نحط للخلف فالان عندي هاي الخلفية وهال الامامية هاي الاصر الخلفية والاصر الامامية واله صير ويه مستوى الورقاء درج علي الاخر الرسمة فاش راح اسوي راح هذا اثبت لازم اثبت واحد وغير بالثلاثة لا لازم اثبت واحد من احد المحاور الاربعة وغير بالثلاثة شون اغير واحد ياخذ الاخر سواء مع او عقرب الساعة او عكس مهمني افتار بس كل واحد ياخذ مكان الان انا هذة الاربعة اريد افرها اوديها بمكان لثلاثة بنفس الوقت من فرهت افتار الثلاثة جدت بمكان الواحد والواحد افتار 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 الاربعة يعني تخيل ريش من البنك فرهت فره واحد فمن اتفر كل واحد ستاخذ مكان الاخر وهذا ثابت بمكان وهذا اللي صار عندنا هنا اجينا افرر اشوف الاسم هاي فرهنا هاله اله هالشكل على هالجه بنفس الوقت هذا CH2 افتار صار مكان جديد هنا والOH رح يفتار وحيصير مكان جديد هنا وصار هالشكل شكل الحلقة قلنا هاي اله رجعت لي ورا CH2 OH هاي بالاخضر العلوان صار للامام وطبعا كانت هنا OH رجعت هنا صار بالمستو هذا فصار هالشكل هاي جزيئ هالشكل وطبعا هنان شنو CHO هذا ثابت ما علينا الأكبر الأصغر المهم المحور أهم شي ما يكون عم بالأصغر يعني اتغير هاي دواجيني ما فوق ذني ما سويت شي فإذا ذني ثلاثة اي واهم انما اختار فان اختار اسهل لي هال الاعلى ما ما تشابك علي الامور فسويت هالشكل صفعينا بها وصارت ال H للخلف هالسعاد هاي ال H للخلف واباوع من وكأنه هذني امامي وهاي للخلف مو يماني هذني صار عندي ارقام واحد اثنين اثلاثة افتار ويا رقم والدورة مالت ويا رقم واحد اثنين اثلاثة ادور وياها واحد اثنين اثلاثة لاحظوا وان تو ثري والفور احنا سنطلع لانه ورا فاحنا نمشو ويا العقام واحد اثنين 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 اخطأت بالاقام وحتى هاي الفور رح تطلع الخطأ يستمر الى حد هنا الان اذن هاي ذرة الكاربون الكيرالية وضعيتها من جماعة ال S يعني الفور مالتها S بينما خلي اخذ هاي الثانية اللي هي صورة المرآة مالتها احنا متفقين انه اذا هاي الذرة تركيبتها S او اي شكل فراغي فالمرآة مالها عكسها هسا خنجرب احنا هاي اشتغلنا عليها وطلعناها S هسا رح ناخذ هاي الشكل الجزئ بهالشكل هاد ناخذها ونطبق عليها هاي المفاهيم تعلمناها هسا شون طلع الكوك يعني ال S وال R الكوك واي يعني مع او عكس او مع عقار بالساعة ونشوف المفروض تطلع اذا هاي طلعت ال S المفروض هاي R وان نشوف هاي طلعت طبعا الان الاصلاقية ثبتت هاي نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 1 باعتماد هذا الرسم الراسمة اللي صارت عندي هاي اللي هي صورة المرآة همها انا بعدني هنان ثلاثة وعندي الواحة عندي رقم اربعة اريد اودي مكان ثلاثة خلف الجزئية فالان اول خطوة اسويها انا هسا عندي هذا اله هنا مكانة اذا انفر هالشكل منفرية طبعا هاي راح تفتر هنا والوه راح تجي هنا وصفين اله خلف الصورة وهنا اللي امام ايجاني الـ CH2OH والـ OH صارت بالمستوى فهذا الشكل اللي وصلت طبعا تتريت وجود محور الـ CHO ثبتة الان وراء ما خلصنا صارت عندي عنقام واحد اثنية ثلاثة ما علي بالاربعة الاربعة للخلف مهمتها فقط افتر فارغة مبدئية بالاول على مود ارجع النامبر فور للخلف وراء ما رجعتها اروح اباوع من جهة المحاور الـ 3 الـ 1 و الـ 2 و الـ 3 وافتر ويا الـ priority مالتهم من 1 وانتصاعد فهاني هسا 1 2 3 هاي الفرامال T اقرب الساعة هالشكل يفتر فهاية ويا اذا هي R طبعا اذا عكس اقرب الساعة S واذا ما عقرب الساعة R وبالفعل اذا طلعت هاي صورة المرامل هاي الجزئة هي عكسها اذا هاي تدور باتجاه بعكس اتجاه اقرب الساعة فهاي راح تسويها عكسها اللي هو بمعنى باتجاه اقرب الساعة هاي وضعية الـ S والـ R ممكن لها تطبيقات اخرى النوع صال لها بس قبل ما نكمل انا جزئة من تجيني ما تجيب هاي الصغة هاي ممكن تجيني هاي الشكل عدلة فلما تجيني عدلة بهاي الاسلوب اش اسوي اول هنانا طبعا هنانا اذا اجاني بشكل مجسم استيريو اوكي الحال مالتسهل وحلوه يعتم بينها من هاي البعد المنظور مالها للخلف هاي المنظور مالها للامام يعني بتعرفون هاي الجهة الكبيرة وهاي الصغيرة وهاي من يميق وهاي البعيدة من الجهة على هذا منقاط ونتائق خلف الجزئة متبين فرسموها نقاط هاي القصد بها لكن اذا جيتني هاي الشكل فشر مقطع يعني مثل الصليب يعني زائد هاي شو نتعاملوا اياها هاي ايضا الها فالطريقة سهلة ايضا وهي انه ايضا اول ما احدد عوامل الاسبقية وانطل بريولتي مالتهم فاحنا هاي متفقين عليها نمبر وان هاي تو هاي ثري وهاي فور هنانا القاعدة مالتي هنانا القاعدة ارجعها للخلف اذا كانت استيريو شكلها اما اذا جتني هاي الشكل فشر عادي باش اسوي احاول مو ارجعها للخلف تكون الاعلى هي الاتش اذا هنانا كل الخلف هنانا ش تكون تكون من جهة الاعلى من هي من جهة الاعلى ذرة هايدروجين او نمبر الاتام نمبر فور فهنانا المجموعة او الذرة او القروب اللي صارت عندي هنا ايش هاي نقول عليها ذرة وقمها اربعة احاول ارجعها للخلف انا من ايجيت اشتغلت لقيت هنا انا هي علي اسراء زيان ولقيت علي من او اتش ونانا سي اتش ونانا سي اتش و اتش هاي التعكيبة هاي شكل تيجه هذا الدي هذا الدي قليسيرول من نجي نرسمه هاي شكل شنا نرسمه بوضعية فشر مو هي وارف زيان اللي حسوي شنو راح احاول ايضا اثبت محور وغير ثلاثة واتفقنا من من القبلها انه اذا اريد اثبت ما اثبت اصغر واحد يعني هو انا اريد افرر اصغر فعندي هذاني ثلاثة اي واحد منهم اثبت عادي وافرر البقية وافررهم لكن اثبت من هاي لا ازحمه لان هذا انا اريد افرر ودرجع للخلف للأعلى العفو للأعلى اريد ارجع للأعلى اودي للأعلى ودرجع للأعلى ودرجع يكون باقي الاتجاهات اوكي فاول خطوة انا هنا انا مثلا ثبتت من هاي الجهة من جهة C-H-H فلما ثبتت من هنا راح ادول اعفرهم ايضا الاتج راح افررها واحد يروح عليه اللي بجنبه واذا الاتج له هنا كان هالشكل افترنا المهم انه سواء من هاي افتر او من هاي افتر الغرض منها على مدرات جحلي وارا ومن تفتر هالشكل ذنني كلني افترنا وياها واذا افترت هالشكل لا اهم ماطين ذنني يكن يفترنا وياها الفرر لان فالان الاتج افتر راح اخذ مكان الاثنين الاثنين راح تروحه بمكان الواحد والواحد راح يجيب بمكان الفرر طبعا هالا الاثنين احنا متبتين فاللي صار لقينا الو اتج هنانا هيات الو اتج هاد الافتر هنانا والاتج من صعد هنانا صعد فوق الاتج ومكانه اللي كان فوق نزل جوه C-H-O وهسا صفرنا هذا شكل جسي امال ورما كملنا هاي الفرر بعدين نروح ايضا نهمل الاربع وكانه ما موجود ونجي نفتر ويا الارقام واحد اثنين ثلاثة هالشكل فرقت ما صارت اذا هاي بس انا هسا هنانا الجزائي امال تفتر R الان اخرى اضافة ال D وال R تنضاف لي ال S وال R نحن هذي ما نذكرها دائما لكن ايضا لازم نعرفها لانه ممكن نروح الجزائي ا ونروح سوف نكمل هيا نفتهمها شون تطبيقات هلانا الان أخذت مثلا هادا رايبوز رايبوز قاني من شرحت لديك المرة قلنا راح يكون يمنى 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 هادا الـ OH ليه ثلاثة طبعا هاي الـ Carbon 1, Carbon 2, Carbon 3, Carbon 4 و Carbon 5 هادا هوا الـ رايبوز أبو خمس كاربونات بيه من أجي Carbon 1 و Carbon 5 مو كيراليات كيراليات مني 2 و 3 فالي ذالي تش أسوي كل واحدة منهم لازم وقدر نسيب الـ S و R ما أفعله؟ هل اجي على رقم 2 هاي احدد ايش اقول هاي number 1 هاي Carbon 1 و هاي Carbon 3 اجي احدد قواعد الاسباقية اقول هنا عندي O وهنا عندي Carbon وهنا Carbon وهنا هاي درجين اذا هادا Number 1 هاي قد راح ياخذ ما ندري هادا لو هادا يهدن هاي 2 اكسيجين و 1 هاي درجين من 33 هادا الكاربون مكتبط ب 1 اكسيجين و كاربون و هاي درجين 16 و 12 28 و 21 تبعا 33 اكثر من 29 اذا هادا راح ياخذ رقم 2 وهادا راح ياخذ 3 وهادا راح ياخذ رقم 4 و نلقعد من فوق بحيث نسوي لفرقه نثبت واحد من من فوق البقية و هاي يكون نتعاملها كغروب و هاي يكونها كغروب من فوق بحيث نخلي ال H من فوق شو نصبت هم نتعاملها انه هادا R 2 و نفس الشي عدد قارة R ب R وهذا ايضا طلع R ثلاثة طلع R هنا مثلا هادا طلع S بينما ذولا R تقديم الهدية شهر احضار